جدجمنت ثالث من تطوير سيغا وحصرية للبلاي ستيشن 4 تجري أحداث اللعبة في منطقة كاماروتشو في مدينة توكيو في اليابان المشهورة بالحياة الليلية والمنتشر فيها عصابات الياكوزا وتبدأ القصة لمن يقرض المحام الشاب والشخصية الرئيسية في اللعبة وبطلها ياغامي إنه يترك المحاماء ويصبح محقق خاص بسبب حادثة حصلت له خلته يشوف الأمور من منظور مختلف وأثناء أملك كمحقق خاص رح تواجهك العديد من القضايا المختلفة من قضايا جدية ومهمة تساعدك في اكتشاف خفايا وأسرار منطقة كاماروتشو إلى قضايا فكاهية ومضحكة ورح يساعدك صديق ياغامي المقرب كايتو في حل هذه القضايا كايتو بنفسه كان ينتمي لعصابة الياكوزا وبالأخص عصبة توكو الثناء ياغامي وكايتو يلاقوا نفسهم في نص حرب العصابات بين عصابة التوكو والكيوري والقضية الرئيسية اللي رح تواجهك باللعبة هي اكتشاف من هو القاتل الملقب بذمون والمسؤول عن العديد من جرائم القتل في المنطقة وكل ما يقرب يقابي من الحقيقة رح يكون عدوات جديدة تخليه هدف مطلوب التخلص منه وكل ما تتقدم بالقصة رح تتفاجأ بالأشياء اللي رح تكتشفها وتصير أكثر تشويق وعمق وإثارة هذا بالإضافة للتواجد العديد من القضايا الجانبية الممتعة والمتنوعة بشكل كبير وأثناء تنقلك في منطقة كاماروتشو حيكون بإمكانك التعرف على أصدقاء ومساعدته وهذا الشي رح يخلي سمعتك تزيد ويمكنك أنك تلعب قضايا جانبية أكثر ومع تواجد الكثير من الألعاب المصغرة في اللعبة مثل البيسبول ورمي الأسهم والعاب الفيديو رح تحتاج وقت جدا طويل عشان تكتشف كل شي موجود في منطقة كاماروتشو الصغيرة لكن الدسمة بالأحداث، القضايا والشخصيات المثيرة اللعبة تمتاز أيضا بمشاهد سينمائية مشوقة ومليئة بحس الفكاهة الياباني الجميل وتمثيل صوتي للغة الإنجليزية على مستوى عالي بعكس باقي ألعاب ياكوزا، وفيها العديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام أثناء حواراتك مع هذه الشخصيات، في العديد من الأوقات رح يكون مطلوب منك أنك تختار الرد المناسب أو إظهار الدليل المناسب عشان تقرب أكثر من معرفة الحقيقة طريقة اللعب تعتمد على القتال والتحقيق بشكل كبير بالنسبة للقتال، وبالرغم من أنه في البداية رح تحس أنه بسيط وبس يطلب أنك تضغط مربع ومثلث بسرعة لكن مع تقدمك باللعبة ومواجهة أعداء أقوى وأصعب حتكتشف أنه الموضوع بحاجة إلى التركيز وأنه مو بالبساطة اللي كنت متخيلها المهم في القتال أنه حتى لو البعض حسوا عادي لكن صراحة فيلو أشياء صعب تلاقيها في أي لعبة إلا ألعاب ياكوزا فما قد صر لي موقف أني أخش غرفة ألاقي فيها أعداء وتكون ردة الفعل أني أشيل التلفزيون وأصقعهم به أو أنك ترمي دراجة بالهواء وهي نازلة شوتها في وجه اللي قدامه أو تقضي على واحد بأنك تحط رأسه في الميكرويف وتطلب من الموظف أنه يشغله أما بالنسبة للتحقيق يتنوع من اللحاق بأحد المشبوهين بدون ما يعرف أو مطاردته واللحاق بي عشان تقبب عليه إلى استخدام طائرة بدون طيار لاستكشاف مناطق معينة أو التنكر بالزي المناسب وفك الأبواب المغلقة عشان تخش بعض الأماكن بكل سلاسة وبدون قتال وطبعا أثناء اللعبة رح تقدر تطور وتكتشف حركات وقدرات جديدة سواء للقتال أو التحقيق ججمنت وحدة من أمتع ألعاب 2019 ومن الألعاب القليلة اللي تخليك تضحك ومليانة مشاهد ولحظات فكاهية حصرية أخرى ناجحة للجهاز البلاي ستيشن 4 وسبب آخر إنك تشتري الجهاز إذا لسه ماهو عندك أثناء لعبي لمدة 30 ساعة تقريبا اللي احتجتها عشان أختم القصة الرئيسية وجزء كبير من القضايا الجانبية استمتعت جدا بالتجربة هذا ولسه باقي الكثير من الأحداث والقضايا اللي لسه ما خلصتها اللعبة فعلا تحلل الـ 60 دولار بمحتوى ضخم جدا ممكن يخليك تلعب بالراحة الأكثر من 60 ساعة بكل بساطة أي أحد يحب ألعاب التختيم والقصة راح تحجبوا اللعبة وبالنسبة للعب ججمنت فيكم إيش رأيكم باللعبة؟ وأتمنى أكون قدرت أفيد أي أحد يبيعرف أكثر عنها وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس